السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي كيف العدا كيف نقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا مرحبا بكل واحد دخل القناة ديالي كل واحد يشجعني لا من قريب ولا من بعيد اه كنقول لكم شكرا شكرا لكم وبيكم ان شاء الله القناة ديالي غادي تزيد القدام اليوم ان شاء الله كيف كنت شوفوا في الصورة انا كان هنا واحد الفيديو هذا واحد الفيديو دي الواحد الاخت اللي عزيزة عزيزة كثيرا الاخت حاولت انها تشارك معكم الاكلة ديتها وصيبتها فضالها وصورتها ورسلها سيئة انني ندير في القناة ديالي الحمد لله الحمد لله باقي الصداقة وباقي الناس الخير وباقي الناس كيبغي ويشجعوك ويزيدو بك القدام وهذا اللي كنقولو ان الحمد لله ما نبقوش نقولو ما كانينش اصدقاء وما كانش ضروري كتلقيش صديق وضروري كتلقيش صديقة اللي كتهز بك وكتعاونك والحمد لله على نعمة الله سبحانه وتعالى لا في الاصدقاء ولا في اي حاجة شكرا لك خديجة شكرا من هذا المنبر كنقولوك شكرا شكرا لك انك شاركت معنا المقادر كيف كتشوفو هنا عندنا مرشة وحدة مقطعة مربعات عندنا فلفلة وحدة مقطعة مربعات عندنا بصلة وحدة مقطعة مربعات ودامة ديالت البنادي للتجاج عندنا الكلمار عندنا القامبون عندنا القامبون عندنا القامبون عندنا قامبون صغير وعندنا بوزروق وعندنا الكلدون هنا كيف كتشوفو في الصورة عندي تجاج كين جاج وكين لحم كيف كتشوفو في الصورة ووضعتهم في المقلاء اه دارت ليهم الزيت الزيت عينكم ميزانكم في الزيت المهم يوجد معالقة ثلاثة المعالقة الزيت زيت ماشي مشكل في الطياب الروز كون بزيلي الزيت كلما كيجي انطلق المهم غادي يتحمروا غادي تخلي حتى يتحمر هنا عندنا القلدو بالنسبة الكلدو من المرق الحوت لا يتم تدير المرق وعندنا الغانبون وعندنا الروز يقوم بان روز هذا على حسب أربعات الأشخاص ندوز هنا نشوفو التجاج والحم يتحمروا كيف كتشوفو بالنسبة للملحة تبقى اختيارية لأن الحوت يكون مالح هناك كتشوفو راه تتحمر التجاج والحم اضافت لهم الفلفلة حلوة والبصلة والماطيشة حبة حبة من الحاجة كيف اكشفتوا راه واضح في الصورة وغادي تضيف عليهم هذيك الضامة ديالت البنا هي دارت الضامة ديالت الجاج كتبقى اختيارية اللي بغا يديرها ولي ما بغاش يديرها المهم دي ما كان الى ناقص 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 حاجة ولا زيدة حاجة راه ماشي مشكي راه مكت زي ما مكتخسرش لنا وهنا كيف شفتوا ما قدمتش لكم اللوبيا دارت هي اللوبيا احنا هي كتدير اللوبيا ذاك الغليضة ولكن ما عندهاش كيف شفتوا في الصورة راه عوضتها باللوبيا اللي غنية عند تعريف كل شي كيعرفها المهم هي خلات ذاك شيته تشحر دابة غادي تدوز غادي تضيف الحوت هنا كيف شفتوا الكالامار وضفت القمرون الصغير وضفت بوزروق نا ركيت غلطي بوزروق ما بوزرود ما عليش المهم هو ان الصورة راه واضحة مهم كتخليهم كيف شفتو كتخليهم حتى 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 يشربوا ذاك الزويتم مزيان كيف شفتو كتلك هي كيف كتقول لي في هذا الفيديو كتلي يصرف ذاك التعليكة ان يجي معلك ذاك اللصقة اللي كتلصقة ذاك ذاك القوام كيجي كتلك جد جد رائع المهمة دي الطريقة ديلتها هي ديلت الريستورو وهي اخدامة في الريستورو ودية طريقة باش كتصيب الباية وكتبع عندهم بزاف هنا راه ضفت المارق ديال الحوت بالنسبة للمارق هنا ضفت اترو و300 ميليليتر ديال المارق ديال الحوت بالنسبة للمارق فتلكم رايتعود بالماء هنا غادي تضيف الملوين هنا كيف كتشوفو الملوين راعدنا هنا يا ما كي قديش تكشي لك نضيفو حد الكيمياء كيني نتلعي لورة كتير ولكن هادا ربحة كي يجيو هاداك باش كتجي اللون ديال البايلة او الباية تجي زوينة اعطي الندر بعد ما تبخ لنا هاداك الكالدوك كنخليو حتى تيبدأ كيتبخ بعد ما تبخ لنا ثم اضيف لها الروز هي عندها واحد طريقة هنا احترافيه باش كتتحط الروز كتحطو حلة كتتتربع بها ديالتها كتتربعو هاك وكتجيب لي حط أفوقي وخط عمودي كيف كتشوفو واضح في الصورة صراحة طريقة احترافية تعمر كل جانب تقسم طريقة رائعة تقسم طريقة مصر تقسم طريقة مصر تقسم طريقة مصر و تقسم طريقة مصر و تضيف القمبون نسيتها لتزيين و من بعد حلاكة تدخلها للفران مختصة على هذا النوع تطيبهم يوميا اشتركوا في الخدمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة